موسيقى 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 السلام عليكم صفقة هذه عبدالله تولح عليها هذه أظن يعني صفقة محمد تولح عليكم ما تسجلوا وائد صدقني ما نسجل وائد وكل ما نقطع هذا من الأمور التي أتولح عليها صفقته تعرف ما هذه الضربة المخرجين يسمونها عبدالله تشيف حالك شكرا خبرنا عنك عبدالله منوع عبدالله ما شاء الله عبدالله معروف ولكن هناك ناس صدق اليوم كنت أسمع حلقتكم ويا راعي الكرسي ايه وسألت أنت أول سؤال خبرنا عنك ولكن أقول أنا سألني صور ماذا أقول لأن تعرف فيها تقدر تقول مثلا شابي مراتي عمراء كذا كذا تقدر تقول عبدالله موظف حكومي ايه في دبي على سبيل المثال ويعمل في كذا وكذا وتقدر تقول عبدالله صاحب بودكاست نفسكم اسمه كرسي الاثنين فوايد أشياء لكن أعتقد أن أنا اليوم موجود هنا لأنني تعرفت عليك في مكان لا علاقة بالبودكاست فأنا أهوى صناعة محتوى البودكاست بالتحديد فعندي بودكاست كرسي الاثنين صح أن تقريبا حين سنة وشوي سنة ونص يمكن أربعين حلقة وكان عندي بودكاست قبله اسم كرسي اليوم كنت لسبب الأسباب وحد كان مطرشلي أن هذه الحلقة من الكرسي 2019 البودكاست وقفت عشرين حلقة وخلاص قالت قالت لي هذا الحلقة الرقم من القصة السادس وويد حلوة قالت لي لا أذكر حتى ما حدث فأنا سألت رجل سمعت وفعلا صراحة لكن صدق اكتشفت من البودكاست هاكي الجديم كرسي فعلا كان بالنسبة لي أنا وحتى الكثير من الناس كان فعلا كان كرسي البودكاست بعدين سويت كرسي قصة واي طويل الزبدة حسنا حسنا برد لعبد الله ونستكشف منه عبد الله بعد أكثر لكن ما الذي أغيره لسهن؟ لماذا يوم الاثنين؟ هذا يوم الأحد قد يكون كرسي لأحد قد يكون كرسي لأحد قد يكون كرسي لأحد لماذا يوم الاثنين؟ شوف لا أدري لماذا اخترت يوم الاثنين كنت كان عندي كرسي بودكاست ووقفت عشرين حلقة انتقلت سنة ونص سنتين لم أقوم بأسنة قلت أبا أرد سجل لكن كنت أبا أرد سجل صراحة أن يشل عني يحمل التسجيل والنشر وكل الأشياء لأني لا أرد دوامة لأني لا أمام الوقت فهيوم حصلت الشركة المناسبة قالوا نعم سأقوم بأسنة لأني أفعل شيء جيدا لا أريد أن أقوم بأسنة بودكاست فقط فأنت قام بأسنة فأنت أقوم بأسنة فأنت أقوم بأسنة فأنت أقوم بأسنة فقالوا لي فقط نحب اسم كرسي ما هي الوحكة لأني أفعل فكرة ثانية بأسنة أو أكمل عليه فقلت فقلت له الناس حتى ممكن تربط بربط سأقول ودائما لا أعلم لماذا أحسيت أن يكون هناك رقم ويكون هناك شيء علاقة بالناس متعودة عليه في أيامهم الطبيعية تثبت معهم صح فبعدين كانت تشاور الناس في الدوام زملائي ما أنسب يوم ممكن كان يوم الاثنين على فكرة ثاني يوم في الأسبوع ما هو اليوم في الأسبوع كنت سأل قبل الوكند لا قبل الوكند فكان يكون ثاني يوم في الأسبوع كنت سأل قبل الوكند بداية الأسبوع تقريبا ويوم الاثنين جميل بعد أن تشاهدني أن أنا مولود يوم الاثنين سبحان الله لا أعلم حسيت أن اسم جميل كرسي الاثنين وماذا يكون كرسي الاثنين وينزل الحاقة تنزل كل اثنين كرسي الاثنين يوم الاثنين يوم الاثنين بأي شكل يكونوا من أي باكراوند لكن لكن أنا أحاول أن أي بناس ودائما أنا أصر حتى في كل حلقة من البودكاست ما أدري إذا سمعت في النهاية أقول أن أي شخصيات مثيرة للاهتمام من وطني لحبيب الإمارات صحيح هذا البودكاست سيبقى هذا الفكرة 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 هي أن نحن نبغي اليوم واجب علينا أنت لا أعرف لماذا أنت تسوي البودكاست لكن أنا أشعر أن أنا أشعر أن هذا هواء ليس بتوام ولا شيء ولكن أشعر علي واجب اليوم نسمع بودكاستات من كل دول الخليج دول العربية وغيرها ونحن عندنا عرف أن نحن عندنا ناس وعندنا شخصيات وعندنا أفراد وعندنا مواهب وعندنا ما شاء الله وغير إماراتيين هي الفكرة بالناس اللي موجودين داخل الإمارات في تركيبة ترى مختلفة عن باقي الدول اللي حولنا فكنت أبقى أثبت هذا الشي وراوي هذا الشي وراوي تنوعنا واختلافنا وثقافتنا العالية وأننا نحن مو بنفس الشي صح شواب إماراتيين على سبيل المثال ولناس عشرين نحن مو بنفس الشي أنا فكري غير اهتماماتي غير طريقتي في الكلام غير فكري غير وبعدر غير وكذا فهل أحاول أسوي أنا أيب شخصيات مطير الهتمام لأنه في النهاية هذا أحسك أقول حكا تحايل أيب هذا أنا أحاول أن أكون مثل سي في حقك يعني سي في سمعي خلنا نقول صحيح وبس أقدمها للمتعة لا أكثر صراحة شوف عبدالله أنا دائما أقول موضوع البودكاستنج هو يديد علينا أنا ومحمد أول ما بدين البودكاستنج تذكر يوم صورنا محمد تذكر يوم صورنا أنتو حلقتكم لا لا في حلقة قبل بعد حلقة كانت عندي أنا في المكتب في البيت وكان أبداً مش مهيئة لتصوير مش مهيئة لتصوير بس يلسنا شو لي خلانا نيلس هل يلسة أو شهذا الريال تم نحن هو دارس إعلام محمد دارس إعلام نزين نزين أنا محب البودكاستنج من زمان تسمع جو روغن جو روغن جو روغن المفضل سمعتك تقول جو روغن لن أجل محمد كان من المهم جدا أن يصر على نظر لماذا لا يكون لدينا بودكاست و لماذا لا أنسأ بودكاست الخبر لماذا لا يمكن ان تقول أمر أنا بحكم عملي يديد عام يمكننا مسؤوليات ومسؤوليات فأسأل هو ما شاء الله على نظر يمكن أن يصر على نظر لننننننننننننننننننننننه لقد قل قلنا نيلس أذكره بتقرير هل ترتيب هذا كل ما شاء الله مبدع في هذا يجب أن أقول لك فقط نرمس عبدالله عن المحتوى العربي الموجود أونلاين هذه الحلقة التي أقريها نظرني هذه المعدلة هناك شيء قبل لازم نطلع هذا تصدق أبو جاسم شكراً رمسنا على هذا الموضوع وخططنا وخططنا وقت قلنا أحسن شيء نفذ الموضوع خلاص ماذا أهمية صناعة المحتوى؟ نظل هذا يعني يوم شفنا الأرقام عبدالله وايد الأرقام تخوف الآن اللغة العربية لغة ثرية أنت تتكلم عن يعني كفاية أن هي لغة القرآن واللغة ثرية ثرية بمفرداتها فيها البلاغة وفيها 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 يوميا شفنا شو نسبة المحتوى العربي الموجود على الإنترنت يا ريال ما كان ستة يوم نحن شفنا أربعة يمكن كانت النسبة يمكن بلو تو نسبة ولا شيء فنوع من غيرة هي بالضبط حزت في خاطرنا شوية كيف جي؟ كيف أنا مثلا اليوم يما أبي أبحث بالإنجليزي عن أي شيء قول كيف أركب ثلاجة كيف تستخدم نتائج نعم لا تقارن لا تقارن ألاف نتائج في البحوث ستتطلع لك بلو توتكاستنغ اليوم عن أي موضوع تبع تسمع عنه اليوم بالإنجليزي موجود بس في اليوم نحن لا أعنا هذا الشيء قليل قليل حين الفترة الإطافة صح هناك تطور أو اهتمام ملحوظ ودائما نحن سباقين في هذا أنا أقول دولة الإمارات ودبي لا والدليل كان لدينا إذن تسمى فوتفاست ودبي رائع إن شاء الله والناس الموجودين عبدالله قارن السنة التي قبل عن هذه السنة فرق 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 كبير فرق كبير فرق كبير فأقول لك هذا الشيء الذي تفعله ومشاء الله لا أسمع البودكاست ليس لك أو شيء على موضوع الاسم فهي جيد أنك مختار اسم وواضح أنه ليس بأختيار ليس بأختيار ليس بأختيار ليس بأختيار كنت متوقع على شيء يومياتك أنت بعد الفكرة التي في بالي كانت صح تربط صورة في ذهن الذي يسمع هذه الكلمة كرسي على الأطلاق لا أرى كرسي أي شخص تقول له كرسي سوف يرى الكرسي فالفكرة جيدة لكن الذي لاحظته ما شاء الله أنا لا أعرف عنك شيء قابل نحن لسنا مرة وحدة صح 10 دقائق نحن لسنا 10 دقائق ومحمد صدمنا نظر كمرة فجأة وميكروفين نتعيدها كل يوم محمد يجب أن نضع الفيديو هذا وإنها الحلقة فترة الأخب نضع قليلا حسنا؟ ف الذي يعني لاحظته ما شاء الله ترتيبك وإعدادك للحلقات حتى في الحوار الذي قدرته في بوت فست ظهر أن أنت دارس إعلام أو لديك خبرة وعملت في مجال الإعلام خبرنا نرى أنا دارس فاينانس لا فاينانس 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 وأول ثلاث سنوات من حياتي عملت بروكيورمنت نفسي لم أكن أتكلم قبل لكي أتكلم معك على الحلقة لأن محمد يعمل في هذا المجال حسنا ولكن أنا من يوم نحن صغار في المدرسة لا أحد من الأهل أو من العائلة أكبر عني إعلامي أو في المجال لكن نحن من يوم ما كنا في المدرسة وهذا الفضل أتوقع يعني أن يمكن كان شيء فيني والمدرسة أكثر طلعته بعدين في الجامعة بس أعتقد هو كان هذا السبب لأن في المدرسة كنا كثيرين نشاط من يوم من نحن صغار ونحن نشارك في نشاطات وفعاليات خارج الصف حلو هذه نشاطات تسويها المدرسة تقريبا هاي سواء كنا نشارك نشارك حتى نروح نمثل في مسرحيات نروح نشارك في إفنتات لها علاقة بالفنون الرسم وغيرها كان لحنا حصة موسيقى نغني فيها ونشارك في مهرجان دبي للتسوق كل مكان غنينا وكل مكان وقفنا وتكلمنا وطابور الصباحي وعقب كنا نعزف الطابور كل هالأشياء ونشاطات اللي كنا نسويها وبعدين يوم كبرنا في الثانوية قمنا نسوي اللي هو الأوبن دي وبروحنا كنا نسوي ما في المدرسة ما تدخل تقول أنت تبغى تسوي بسوى الأوبن دي بسوى صح وسوى بنت بالكامل كنا كل يوم والله العظيم أنا في الثانوية لا تسمع الحلقة سأقول ما تدخل الله يحب بالثانوية أذكر يعني فصل أو فصلين لم أرى الصف أصير المدرسة لا أصير المدرسة أحضر أول حصتين أقب تشوفني يالس في الإدارة أو عند الشواب وغيرها نخطط بلانينج الإفنت هذا اليوم يومين في الساعة ما يا عبد الله ساعات أنا أرى مثل هذه الأنشطة مثل هذه الأمور هذه قد تكون أهمية مثل هذه الأنشطة من أهمية الدراسة إذا لم يكون أهم أنا أقول لك شيء أنا كان عندي ضيفة في واحدة من الحلقات أليس هار النصر هي رئيس الأكاديمي لمدارس المواكب وكانت تتكلم عن هذا الموضوع وأنا قلت لها قلت لها أنا أعتقد أن دور المدرسة الرئيسي مو بأكاديمي وهو وجهة نظر شخصية أعتقد أن دور المدرسة الرئيسي هو بناء الإنسان أنك تتخرج من الثانوية تروم تواجه الحياة تروم توقف تتكلم جدا من الناس تتسوي لك مشاكل تروم تتصدى لها تروم تتحمل فلازم المدرسة تتحداك خارج الصف أكثر عن داخل الصف صحيح هي انظباط 100% أنك كل يوم تدام في هذا الوقت وتتخلص هذا الوقت وغيره تتحمل ال40 دقيقة وال50 دقيقة في الصف عشان تسمع الأستاذ يقول يتكلم في شيء أنت أبداً ممهتم فيه صحيح أعرف تتعلم البديهيات خلنا نقولها أو الأساسيات اللغة وغيرها صح بس ليس بكل شيء الجانب الأكاديمي بعدين تخرج الجامعة إذا أنت كنت محبوب من الناس اللي بتدرس في شيء تحبه مبروك عليك صحيح ووائد ناس قليلة من الناس مثلي أنا أنا أحسن مثال للناس اللي درسوا شيء وهم يحبون شيء ثاني ودرسوا شيء وشتغلوا أصلاً في شيء ثاني وبعدين وظيفتي اللي بعد الثلاث سنوات الأولى ما أشاط فيها في البركيورمنت في شركة وحدة من الشركات ولكن أنت تخرجت فينس أنا تخرجت فينس وبعد ما كنت يعني في كلاسات الفايننس اليوم كان عشر كلاسات لا أذكر ولا شيء بضر ما بأن ما كنت مهتم ما باهتمامي كنت خارج الصف أسوي فعاليات وشارك مدلوين وشارك هني ورئيس النادي الفلاني طول الأربع سنوات أنا تشري تعرف؟ بس بسبة هالأشياء كنت أسويها خارج الصف حصلت وظيفتي الثانية أوكي تمت فيها سنوات طويلة واليوم أنا في وظيفتي تشيف ماركتنج أنت كوميونيكيشن أنا لا دارس لا ماركتنج ولا كوميونيكيشن الحياة علمتني والوظائف الوظيفة الثانية خلا نقول لي تمت فيها ثمان سنوات هي اللي علمتني كل هالأشياء وشغفي وحبي ل الإعلام والاتصال والحملات التسويقية والحملات يعني الحملات اللي نسويها وصناعة المحتوى أذكر والله صدقتوني ذكرت أنا من يوم أنا صغير بدر هذا بعد شي ثاني أحلى شيء كنت أحب أسويه هنا أشوف تلفزيون أوكي كنت أشوف كل البرامج الحوارية البرامج التالنت شوز كلها من سوبرستار إلى ستار أكاديمي إلى شفتم كلهم أوكي إلى عقبة طبعا البرامج الثانية البرامج الحوارية كلها كنت أشوفها ماذا يجذبك هاي البرامج برامج الحوارية عادي عندي أنا ستار أكاديمي غير بس أن شاب بس أن شاب بس أن شاب بدر شاب في الثانوية والإعدادية ما في حتى كان يطالع أذكر حتى واحد من الشباب في ويانا كان في المدرسة يقول عبد الله من كذر ما يشوف تلفزيون أو يحب التلفزيون أحلى برنامج عنده برنامج كلام نواعم الذي كان على MBC لأن كلام نواعم لا يشوفه أكيد لا يتكلم ويانا نحن ولكن الفكرة أنه أنت ترى كل البرامج سترى كل شيء بس أنت يمكن يعني أعتقد أن هذا يلعب دور وايد في نجاحك اليوم أنت من المدرسة لك تقول أنه أين المدرسة؟ لا أختص في المدرسة ولكن أنت تحديد عبر الإجراءات يعني أن تحديد عبر الإجراءات تحديد على البشر فلن تأتيك أو تغذي جانب أنت مهتم بالتعامل الناس ردات فعلهم وكلامهم فأعتقد أن هذا المدرسة لأن هذا المدرسة كبيرة ليساعدك ساعدتني إذن تأتي نظريات نظريات تحتاجها وضرورية لك في كثير من الأمور التي تفعلها أنت بغض النظر ما كان مجالك ولكن أنت في النهاية ما تخدم؟ تخدم الناس تقدم شيء للناس إذا أنا لا أعرف الناس كيف تفكر الناس ما تحب اليوم ليس بباتشر ولا البارحة لا 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 الحين الحين هذا الوقت وكيف يعرف ما يحبون الناس من خلال تواصلوا هذه الأنشطة التي تفضلت فيها البرامج التي تشاهدها تساعدك مثلا البودكاستي أنا أرى البودكاست مثلا البودكاست التي تفعلها عبدالله البودكاستات التي في الإنجليزي والعربي والبرامج هذه كلها تحط هذه كلها تغذيك أنا أرى أن يوم هذه مصدر العلم حتى أنت لا تشعر تتلقى تأخذ بالضبط أنت لا تقول أنا أسمع كل هذه المقابلات أو هذه اللقات أو هذه البودكاست أو هذه البرامج أو لغيرها لكي أتعلم شيء لا مثل ما تقول تتغذى وعقب لا إراديا أنت ترجم في فكرك في أفعالك في طريقة عمل صحيح بدون أن تشعر وأكيد كل من يعمل خبرات تتراكم مثل هذه أنا مثلا تريني جو روغن مساعد جو روغن عنده ديفيد جوغنز معروف ديفيد جوغنز بأن أكستريم ويعني المسافات التي يجريها والعشاة التي يعملها تفوق القدرة القدرة البشري العادي حسناً لكن لا شعورياً أنا يوم أسمع يرمس هذا يحفز يعني يعمل رياض تجري تجري تمر وسوي أشياء وقيت أكتف وكون نشيط وسوي أشياء ممتاز ممتاز ما أول بودكاست سمعت تذكرة أوه أول بودكاست دعنا أقول لك أول بودكاست يمكن لا أذكر أول بودكاست آه ذكرت بالعربي كان وعلى فكر صح أن كنت قلت لا يوجد محتوى عربي موجود قلي أنا لا أسمع بودكاست عربي تدري أو 90% لا أعلم وإن أشعر أن العربي تتكلم بشكل مباشر لأنك متعطى أشتبه ترى غيرك صح وإن أسمع بالعربي حتى فترة طويلة 10 سنوات قد أقرأ كتب وإن أروايات وغيرها لكن لم أقرأ بالعربي لأن أشعر المكتوب بالعربي يجب العربي على موقف لغة العربية ترى وإن أروايات لغة ثرية فالوصف والشرح فيها يوصف شيء معين أو يشرح شيء معين أو مشاعر معينة يأخي تريد تلمس كرفت لكن يعتمد عليك بعد يعتمد علي أنا أعتقد مع الوقت هذا لا يزال كلنا لدينا مشكلة استخدام المصطلحات الإنجليزية وعلى فكرة عادة في يومي نصص الإنجليزي لا إرادي لا إرادي لأن هناك الكثير من الأمور بسبب قصور مننا لا نستخدم المصطلحات العربية أو لا هناك الكثير من الأمور مثلا الذكر اليوم أقول عبدالله تحيني نرمس عن كلمة التغذية الراجعة أنا أذكر قبل عشو سنوات سمعتكم عبدالله العوضي عبدالله 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 العوضي هذا المصطلحات عبدالله يقل 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 إلى أنه خلاص كل الناس يبون اسمعون بالإنجليزي وخلاص يعني بس لم أعرف ما كان أول بودكاست أول بودكاست كنت أظن سمعت بلغة العربية اسمه شو سمعت عندي ياف التلفون نحو أذكر عن شو كان هو كان سعودي يترجم كتب من الإنجليزية إلى العربية ويلخصها ويسردها السرد ما لطريقة كانت جدا جاتبة أنا عادة أسرح بسرعة سواء بودكاست أو أشوف أسرح ولأله لكن هذا كان له طريقة معينة ساندويتش ورقي ساندويتش ورقي وكنت أعتقد الله يذكرها بالخير لبنى الخميس صاحبة بودكاست أبا جورا هي لي خبرتني عنه وليش خبرتني عنه لأن يأتني في يوم من الأيام كانت زميلة تعمل وقالت عبدالله عندي فكرة بودكاست وأبا سوي البودكاست وكذا قبل أن تسوي أبا جورا أبا جورا اليوم من أشهر البودكاستات الموجودة على مستوى العالم العربي وفي أبل بعد من الأشهر يعني في أبل كانوا مرة في إفنت أبل المسوين مثل بوستر عليه أمية شعار بودكاست الوحيد البودكاست العربي كان شعار أبا جورا ما شاء الله كانت أول سعودية سعودية كابنت يعني تسوي بودكاست وما شاء الله متفوق هي أصلا كاتبة فكانت تكتب يعني تكتب تكتب تقريبا بودكاست أسمى أبا جورا أبا جورا أبا أسوي كذا وكذا شو رأيك قلت لها ممتاز وأنا بدليك على الناس اللي يعني قلت وين ممكن أسوي وربعي عندهم شركة اسمها بيكسل هاوس فقلت لها ما بأكلم شواب ربعي كذا كذا وخلهم يسوون ممكن تسوين ما كانوا يسوون بودكاست بيكسل هاوس عارف 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 فقلت لها فقلت لها في الوطنية وكان موجود لا أذكر ولكن عبد الرحمن سياني كان في الوطنية شركة وقلت لها عبد الرحمن في بنت السمال ويساوي بودكاست هم لا يقوم بإمكانهم فقلت وماشاء الله كملت لهم سنوات عرفت المهم فساندوش ورقي واحد من بودكاست الابديت طبعا ثم فنجان طبعا كل من يسمح فنجان ووائد بودكاست ثاني شوي شوي قمت أسمع يعني مني ومن ناك أحب أسمع كل شي مثل أغاني أحب أسمع كل شي مع أني يعني صح ما أقولك متعصب لي ومغني قمت يوم تصدق وأنا أكبر قمت أتفتح أكثر صحي أسمع أكثر أسمع كل شي سمع في اختلف انتباهك للأمور دعا في اليوم شو عبد الله بعد من ضمن الأمور اللي لاحظت نحن أن نحن أحاول أقول هذه الكلمة بالعربي صعوبة التركيز لمدة طويلة أمي بالأمي لدي الكريترة لا يوجدك أنت وإندي لدي وائدين أنا لا أروم أصبح السيلم لا تدري لماذا نضيع لا أروم أكمل ساعة ونص أو ساعتين أرى الشاشة يجب أن ألعب التلفزي يجب أن أرى في البيت أرى الفيلم أربع أيام أرى الفيلم لأن أدرك بوز نحن نحن المشكلة أو أنا أعتقد بوجهة نظري السبب الرئيسي لهذا برامج مثل انستغرام سناب شات لأن أنت ماذا ضاري على حتى حتى تبدأ على انستغرام تبطوف تبطوف الزبدة بالضبط وكل دقيقة أرى كرة مثلا بعدين جوجيتسو فاشن فجأة لقطة كوميدية وتضحك وتزعل بعدين لقطة زعلك فأنت مخك يبدأ برمج أنا اليوم أرى هذا في عيالنا عيالنا موضوع التركيز أن يلس يركز ثاني وما يرغب يتم مكان روح لا 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 شيء يسمون أفراط في الحركة ADA يعتقد يسمون المسمى الطبي أنا أرى أن معظم هذه الحالات التي يرى هذه أفراط في الحركة عبارة عن الحياة التي عايشتها اليوم لا يوجد تركيز لمدة طويلة أحد أهم الأسباب التي أرى أن يجعل البودكاستنج بشكل عام في العالم ينجح جو روغن جو روغن يسجل ثلاث ساعات بدأ سجل ثلاث ساعات تعرف ربعة لديها مجموعة مقربة الشباب الذين يسمعون جو روغن يعرفون لديها مجموعة مقربة جوي دياز آري شفير يحضر هذا ربعة دوم وي كانوا من البداية كلهم كانوا ضد فكرة أن أنت لا تقلل 40 منتز هو ماذا كان يقول لا أعلم لا أعلم هو لم يتوقع أن البودكاست يصبح أكبر بودكاست في العالم ومئات الملايين لا أعلم كم الديل يشعر اليوم ينزل كل يوم تقريبا كل يوم ينزل شيء مخيف لكن تعال احسب هنا نرجع لموضوع البودكاستنج وأهميته لنا نحن اليوم والله صدقي يجعل تطخ أنت تركز والناس يجعلون ملايين يركزون على فكرة أنا أقول شيء شيء كانت لدي ضيوف دينا الهاشمي لديها سكل لاب دينا كانت قلما نسجل أنا أعرف ها من عدو أنا أحب بودكاستك الكرسي لأن كنت ملتزم ب20 دقيقة سأحاول قدر المساعد أنا كنت أحسب لأن الحوار كان عميق غير عن البودكاست من بوينت 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 20 دقيقة فقد خلال نسوي الحلقة 20 دقيقة لأن لم أكن تعرف الشخص هي قصة طويلة قصة كرسي قصة ثانية لأن لم أعرف الشخص فشوية تحدي بالنسبة لي أن أصلا أكمل 20 دقيقة فكانت تقول لي أن أحب بودكاستك الجديم أكثر أن 20 دقيقة الآن أنا أصل ساعة ساعة 50 دقيقة ساعة ونصف أحيان نادرة تقول لي ما أحب قلت لأن سجل حلقة سجل ونرى سجل سجل ساعة وخمس دقيقة خلاص لأن عبدالله لم أقل شي لأن ياسين سولف لأن أصلا أنا أعتقد في البودكاست بدر خاصة أن عادة أصلا عقب 20 دقيقة يبدون يتكلمون فنجان عبدالرحان ومالح نزل حلقة من شهر أو أكثر أو أقل ثلاث ساعات ونص أكثر حلقة مشاهدة أو من الأكثر على يوتيوب يمكن أربع ملايين مشاهدة لماذا لأن هذا كسر كل القواعد الناس تبع عبدالله الناس تبع محتوى تسمع له أنا أحس الآن قل الاهتمام في يعني أحس الناس قام تسمع بودكاست أكثر ما تسمع عغاني اليوم لأن أنت حصيلة المعلومات والأشي التي تستفيد منها تبع بودكاست لن يجب كل يكون بودكاست علمي لا 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 يمكن أن يرى فكاهي تعليمي ويوجد 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 بودكاستي ونفس بودكاستنا هذا لأنا أقول أي محتوى أنا أريد أن أتلقى خارج العمل في النهاية يا أخي بدر نحن نقضي عشر ساعات في الدواء تريد أن تستانس لا أحد يفتح التيرفون لكي يتعلم بالنسبة لي الناس تريد أن تريد الترتيمي في المقام الأول لا يمنع الدخل فيها شيء فايدة معلومة القصة تكون مبنية في النهاية كل قصة فيها فايدة لكن الترتيمي هو الشيء الرئيسي بالنسبة لنا فأهم 100% البودكاست بعد اليوم تلبي احتياج موجود في كل إنسان ترى الـ 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 حوار تواصل يميسين جدًا ترى الإنسان خلق صح الله سبحانه خلق الإنسان للتواصل للتعارف تأخذ وتعطي فأنا دائما شو قلت يوم تسألني تقولي عن شو بنتكلم ردي كان نحق كل الشباب بسولف بسولف أنا وانت بنرمس نفس لو تلاقينا ويلسنا في كوفي شب وفعلا قل وانا بدأت تصوير كنا نفس 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 تأكد محمد لماذا لم تعمل الكاميرا لم تقبل المايك لن نسجل لأن الحوار ترى الناس مفتقدين هذا يبون يبون حوار يبون يسمعون الناس تتكلم وتأخذ وتعطي في الكلام لأنه نحن مشغلون في الجهاز ليس خطأ ليس خطأ اليوم نحن نعلم من الأمور نحن أمي بن أمي أمي بن أمي وأنا أشعر يعني لو نهتم قدر المستطاع نحن نحاول نتعلم هذا شيء يمكن يمكن أن نتكلم عنه كامل وهو القصة الحكاية صحيح الحكاية شيء مهم ونحن كبشر ترى كل اللي يجب أن نفعل في النهاية سيكون قصة وحكاية عبد الله اللي لاحظت ماشاء الله في برنامج كرسي الأثنين أنه كنت وائد غير عن طريقتي طريقتك مختلفة تماما أنت جاهز ستكون ياي جاهز كل حلقة في سيستم معين تمشي عليه البداية والنهاية طرحك للأسئلة أشعر ياي جاهز فكيف تجهز لحلقاتك نحن نعرف طبعا أن البودكاستنج هناك أنواع من البودكاستنج هناك نوع أشاراتنا أنا ومحمد نحن لا نعرف ما ينطرح في الحلقة نحن نرى الشخص أنا ومحمد نحن نرمس سياها أنا أقول دائما أي ضيف هذا الضيف لأنا أحب أي سياها في ميلس عندي في الميلس أو عنده في الميلس أو في كوفي شوب نتلاقى لكن أنا أريد أن أرمس هذه الريال أريد أن أسئل إليها لكن ما هو نضع مايكروفون وكاميرات ونسئل لكن أنت ما شاء الله عليك تكون جاهز أشعر الحلقة تعمل عليها قبل فخبرني كيف تختار ضيوفك أول شيء وكيف تجهز لحلقاتك أنا فرحان لأنك قلت هذا الكلام لأنه فعلا هو مجهود وأنا مستانس ومستمتع لأنك أنت حسيت به وحسيت أنه فعلا لأنه صدق مثل هذا كل هذا يستمتع يمكن أن أكبر عن تسجيل حسنا التجهيز والإعداد التجهيز والإعداد حسنا أنا أخذ من وقت أنتم ما شاء الله عليكم محمد هو الذي يسجل هو الذي يجهز وينشر وأنكم لكم أنتم تسوونا أنا محظوظ أنني أنا مع الشركة رايزينج جاينت نتورك أنا بس اللي علي هو أن اختار الضيف هم يحاولون أن يختار ضيوفي وليس قسر لكن أنا عندي مزاج معين لا أحب أن يختار ضيوفي وأنا الذي أفعل الإعداد كامل وأنا ونسجل وعقب خلاص أنت هي دوري تمام فأي شيء بعدين هم يسوونا المهم فاختيار الضيف مثل ما تكلمنا في البداية بالنسبة لي مهم أن يكون ضيف عندك أنا أشعر بأنه عنده كلام يقدر يقوله وعنده أجوبة طويلة لأسألتي عميقة دعنا نقول وعنده تجربة في مجال معين وتجربة تكون ثرية لأني أنا أبغي ما أسأل يعني شو أحاول أسوي أحاول أتكلم مع الشخص عن الموضوع المعين بس أبغي تجربته فأي تراي تسل هس توري أن ذا توبك اللي ياسين تكلم عنه في نفس الوقت فمو بشرط أن يكون عنده القواعد السليمة أو الصحيحة عن الموضوع اللي بنتكلم عنه لكن في نهاية تجربته وجهة نظرة الشيء الثاني هو الإعداد أنا أول شيء أسوي أحيانا كثيرة على الفكرة قبل ما أكلم الشخص حتى أروح أونلاين وأبحث وأقرأ حتى لو نعرف أغلب ما نعرف في الواقع في الحياة لاحظت أن أكثرهم يما دار سينيار ومشتغل أو رأيت من عشرة سنين ورجع عجوبة وذكر أو مثلا واحد عبدالرحام بالقيزي تعرفت عليه في الدوامي السابق الأول وأعرف أنه بعدين ترك الوظيفة وانتقل إلى مهمة أن يكمل عمل الوالد في السفن الخشبية قناء السفن الخشبية هو أصغر عني أو في عمري فهي بحد فكرة أو قصة أو أن واحد في عملنا اليوم يشتغل في السفن الخشبية شيء ممكن لأتمام وأنا عارف عبدالرحام ما شاء الله عليه رميس دعنا نقول فكنا نلعب فكنا يا أخي أنت لماذا لا يوجد في البودكاست قلت ممكن سأجل الحلقة قال يتم فأطريت أن أسير وأبحث وأتخل الموقع عندهم موقع وأقرأ عن أبوه وأقرأ عن السفن الخشبية وتاريخها وعقب أكتب الحلقة بالضبط مثل ما أنا أتخيلها وهذا لا أفعل هذا يناسب أي حد ثاني أصلا لكن أنا أكتب كل شيء كأني عبد الرحمن جدامي أقول عبد الرحمن وكتب 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 واضح عبدالله أنت كأنك أحس في الحلقات أن أنت تنشي بالتجاه كأنك مشغل وكتب وهذا الشخص سياكل حين حتى يطلع شوية أوكي تأخذ المعلوم وبعدين ترد أعود أعود على نفس الدرب لأن أنت تصل إلى وجه معين ويأخذ ويأخذ جهد وأحيانا أكتب كل شيء وارجع ثاني يوم أرد 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 أمسح أسئلة معينة أرد أبد الأماكن للأسئلة لأن يكون ترتيب معين لأن يسمع يشعر أنه قصة يشعر أنه حكاية يعني يشعر أنه سرد معين من A إلى B فعلا فعلا كما قلت لك هذا كل أنا أشعر أن مسؤولية علي يعني مثل ما قلت هي نوعية بودكاست في النهاية يمكن أن أنا كنت أسمع وائد بودكاست وإسمع وائد حتى برامج تلفزيونية من زمان حوارية تعلمت الشيء لأن هاي هاي يعدون حذر لم يكن المذيع هو لدي إعداد لكن أنا أحترم المذيع في التلفزيون الذي يعرف شي يقول أذكر العظيم كان في برنامج في التلفزيون الضيف كان جدا خطير لأي درجة المذيع كان يطالع الكاميرا والضيف يالس ويالس يسأل الضيف يطالع هناك ما يعني كان يقرأ AutoQ يقرأ السؤال تمام فسألك مثلا AutoQ هي الشاشة التي يطلع الكلام آآ آآ فهذا أنا حسيت بعدين يقول أنت كيف وصلت له المرحلة من الخبرة وطالع فهذا الضيف سكت وقال عيد السؤال ف هذا شري هذا فإن المذيع توهق ونعرف السؤال خلاص سكيب راح السؤال عن الشاشة الذي يجد دام لا يعرف السؤال فهني قلت لا لا مستحيل أكون هذا شخص أنا أسوي شيء أحب لكن أحاول أقدم شيء لأن أريد أسمعه ونعرف أحترم المقدم أو المذيع الذكي والشاطر بمعنى أن يعرف ضيفه عدل ويعرف أشياء عنه حتى حيانا أكثر عنه ويعرف وفاهم كل شي يقول هذا الشخص ويعرف what the next question is وهذا أكبر تحدي حق أي حد يقدم يعني أنا أحين يعني أو يتقدم حتى يعني أصوي مودريشن حق جلسات وإدارة حوارات لايف فإذا ما كنت تقول لي يمكن في البوتفست على السيج حسيت أني أنا جاهز وعارش أسأل تخيل أنت ياسين أمية شخص ألف شخص وأنا عندي أربعة ياسين على المسرح وأنا واحد منهم مثلا أخلص إجابته ولا ما عندي سؤال قادم كيف يكون شكلي شو موقفي حزتها فدايما أكون محظر نفسي قدر المستطاع أني أعرف شو بس ال نكست لا ماتر ما أنا أرى تقريبا نحن الطريقة التي نشتغل فيها شوية غير ليش أنا أخاف أو أو ما تلتزم البودكاست يكون برنامج حواري كان يطلع على التلفزيون بغض النظر مو بصح ولا غلق بس هذا توجه أنا أفضل مثلا يوم إيلس يا عبدالله أوكي عبدالله أنا كنت أتابع البودكاست ما لأن بودكاست جميل حلو وممتع مثلا مثل البودكاست الثانية التي أنا أشوف منها فائدة واستفيد يوم لا أريد أن أقول هذا المثال نفسي لا أريد أي شخص يخبرني أخبركم عبدالله هذا دائر فينانس هذا داوم في المكان الفلاني لا لا تقول لي أنا أشوف المتعة لي أنا أنا أستمتع يوم أبدأ سيرفين يور ويفز أنا أبدأ أدخل أوكي ما كذا أوكي ندخل في أمور صح وعلى فكرة أنا أستمتع أسمع البودكاست في هذا النوع أحيانا أنا أمشي بساعة أو ساعتين في الفريج على سبيل المثال أبو أسمع أشخاص يتصور في أمور كان أحد يمشي أنا أعبدالله تعرف ما أعتقد أن الناس في بعض البودكاست التي يسمونها بودكاست لكن تعرف الطريقة هاي يسدي واحد في البرامج أو في الدعايات وعيد رسمي يغير صوتها لا 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 هذا ليس بودكاست بدر هذا هذا يغير صوتها عبدالله يوم يرمز في كرسي الأثنين يتكلم نفس الطريقة أنا نفس الطريقة أتعمد صح ساعات لأن الناس تعبوا من التصنع وأنا أعتقد الناس تعبوا من التصنع ولو تلاحظ على الفكرة البرامج الأجنبية التوك شوز أتابعها كلها نايت شوز يا أخي الناس تحس معنا صح يكون تحس أنه على طبيعته ويمكن يكون على طبيعته فعلا ولكن يا أخي الموذيع شاطر نعم يعرف ما يسأل مطلع يعرف يعرف ما يقول ويعرف عدل إذا يجب ممثل يقول لقد قمت الفيلم في المنزل وكان ممثل يعني هذا خلت ساعتين من يومه صح لكي نرى الفيلم لأنه باتر ضيفة ويل سميث صح أو ديكابريو صح صح أفلامهم طويلة لكن لا واجب عليه صح لكي باتر السبع دقائق اللي بيطلع فيها مع ويل سميث تكون كنا سبعين دقيقة ثارية ها وبس انت ما تحس سوالف وضحك ويدخل الضيف وميشو كتا تا 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 تروح تقول خلوا صوت بس تحس ان تتكلموا عن الدنيا كلها ففي انواع وايد في النهاية وفي انواع بودكاست كثيرة أنا استمع لها في القصصية في الشخص واحد يتكلم في في انواع كثيرة في النهاية الناس تسمع لي تحبه عشان يسمي بودكاست لماذا هو بودكاست موب في الراديو لا اخي انت ما عندك قيود تسوي لي تبغي اي حدي يقول تبغي الطريقة لانت تبغي مو بس جي حتى انت يعني محتوىك انت في النهاية محد يرومي يقول لك بدر ليت شي قلت ولا ليت شي طريقة بودكاست قل له انت مبعب انك سوى بودكاست صح صح الثاني تحس انك بعدها تبغي تقدم شي مسئولية تحس انت ما تكلمت عن اللغة العربية وغيرها يعني واثراء المحتوى تقديم محتوى إضافي على يوتيوب وغيرها يعني فيعني وتصدق عبدالله انا ومحمد اذاك اليوم نسولف على هذا الموضوع اقول انت متخيل ان هذا يتم للابد ليه اوه اهلا شي هذا يتم للابد اي شي انت تقدم اليوم وبتسجله كان يوتيوب كان بودكاست كان بوست تحطه انت في الانستغرام ترى هذا عمره اطول عن عمرك 100% اطول عن عمرك نحن كون من عيش 60% 70% 80% 100% يلا بس الكونت اللي انت بتحطه هذا موجود فور افر افر انت شو تبغي تترك صح شو اللي تبغي تتركه وساعات نحن ما نستوعب يوم تحط انت هشي حين نشوف هاي الحلقة هاي بتتم بتتم للابد موجودة واحيانا يمكن عقب خمسين سنة يشوفون شوال مايكات التعبان طب هرتج ويقوموا تعرف مينز شاهدوكم شاهدوا المايكات اللي يصير ماذا يستمر فأقول لك هناك امور تتغير ولكن الحمد لله نحن مشتركين فيها اعتقد هناك وايدين مثلنا وحسن عندهم هالهدف هذا أنه يقدم شيء حلو شيء يخدم الناس يسعدهم اليوم ما شاء الله أنت المحتوى التي تقدمه بدايتك تأثر فيه البداية مع أن أنا أكون صادق معك أنا محب البودكاست الذي يكون مرتب وحسني أتعب نفسي لكن ما شاء الله أنت عندك لها السبب أنا أرمس إليك أحس الشيء طالع مخاطرك صح أحسك أنت يوم تتكلم وتقول هذا البودكاست سيظل لفترة طويلة جدا صح وإذا سيبني فيك هالشيء هذا أنا أقول ما شاء الله لي اليوم حتى وانا أسمع حلقة سالم السويدي سالم صديقنا وطلع سبحان الله ومشتركين في معرفتنا بسالم ريال ونعم سالم فريجنا ترى بعد الطوار ما شاء الله متادور زين متادور بعد هذا موضوع ثاني حين دخلنا فيه أن سالم مثال ثاني بشخص كيف سالم كيف كانت حلقة سالم بمعنى شفت أنت عفويته صح وطريقته وعلي فكرة أثار على المحاور في النهاية وانا صح أن أعد وأجهز لكن الناس تريد أن تسمع شيء حقيقي واثنتيك ومتصنع صح لكي يعيشون وياك صح تريد الناس أحيانا يوم يكون الحوار ومالوم وليس غلط لكن إذا كان حوار عميق وفي تفاصيل تقنية كثيرة معني أنا حاول القدر المستطاع حتى لو لا يبغي الشخص لأنه كان عندي حلقة عن الجولف على سبيل المثال مع عبدالواحد القاسم وكنت أنا صدق أريد أن أعرف قوانين الجولف لأن هذا الشيء الذي أحاول أفعله بعد ما أي بحد أنا فعلا صدق أسأل أسئلة التي أريد أن أعرف إجابتها أي شيء أنا أعرف إجابتها لا أسأل لأن إذا أنا عرف غيري يكوني عرف أو موجود أونلاين أو غير بس أنا صدق أسأل أسئلة أنا لا أعرف إجابتها لأن صدق أريد أن أسمع هذا نفس أحمد الشقيري قطية تكرب الخير أحمد الشقيري ستعمل وائد من الأشياء خلال العمل وأحمد يومي يصور أو شيء يقول لك لا أتخط أو لا يريد أن يزور هناك شيء اسمه راكي يقومون الفريق مع أحيانا المذيع يرى المكان لأن يعرفون بالضبط وين يصورون وشو يصورون وكذا وكذا هو يطرش الفريق بس هو مي لماذا يقول أبغي ويهي وشعوري على الكيمارة يكون فعلا الشعور الذي أشعر فيه لحظتها إذا أتفاجأ أتفاجأ إذا أكون مستاء أستاء إذا أكون سعيد أكون ولماذا خواطر تم 11 سنة والبرامج الثانية تم هذا السبب من أسباب النجاح لأن الناس تبغي شيء تبغي تشوف عمرها في اللي تشوفه الذكاء وايد زاد عند الناس وأن نختلف نحن في شو تعريف الذكاء ولكن بشكل عام الناس تعرف المتصنع من اللي يتكلم من خاطرة وإن كانوا كثير منهم ما يقولون يطوفوا لك لكن اليوم أحس أن الناس نموا قدرة عندهم يعرفك أنت تتصنع ولكن يتكلم من خاطرة حسنا كما أنت تتصور المتصنع على السوشال ميديا يعرفون أن هذا مثلا كل المشاهد هذا كل يسوي تمثيل هذا يعني تمثيل هذا وكذا وشيء مجهزي لهم من قبل لكن مستمتعين لا نتابع لكن يحسون فسبحان الله أي شيء أنت تسوي اليوم وحقيقي يكون هذه عملة نادرة اليوم صراحة صراحة لا يوجد وائد ما الذي متوفر اليوم على السوشال ميديا حقيقي وعشان شيء بدر أنا لا أصور بودكاستي اليوم غير مصور لماذا هذا يزعلني عبد الله يجب أن أظهر في الخاطر لا لأنه ليس لذلك يزعلون وائد يزعلون لماذا لا تصور بدر ليس لكل الناس نفسي أنا وأنت وائد من الضيوف يوم يكلموني عبد الله هل هناك تصوير آه حسنا حسنا قلت تعال ماذا حسنا فهم يقول شخصيت لم تتعودين نحن حتى في الإمارات دعونا نكون واضحين لم تتعودين الإعلام بالنسبة لنا شيء يعني لفل يجب أن تكون رسمي جدا الحين هناك شباب بدون يتفهمون أنه يجب أن تكون على طبيعته كقدر المستطع تكون محترم وتكون تقدم شيء يجب أن يكون في النهاية خطوط حمرة وتقدم لا تتمس أشياء معينة وكذلك تحترم المشاهد وهذا أهم شيء بالنسبة لي أنا لكن يجب أن يكون أنت صحيح حتى لو كنت مع كامل احترام حتى لو تتكلم أو تمثل جهة حكومية أو جهة رسمية أو تمثل وظيفة خاصة وغيرها إذا لم تتمثل نفسك يعني لا يمنع أنك تكون تتكلم بلغة الناس وتتكلم بطريقة الناس لكن نحن اليوم نكون مقعيا لا نصلنا إلى مرحلة من أن نتفهم هذا الشيء فعشان شيء وايد من الناس هل يسألوني في كاميرا أو لا أبيك رسمي وأنا لا أريد هذا وفعلا ستنسى أننا في مايك عقب خمس دقائق صح لكن الكاميرا ستنساها صح 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 خاصة إذا أنت لابس رسمي بعد حتى لا تتمثل في تنشن طول الوقت نحن نعيد هذه الكلمة التي نعيدها نحن شباب في ميلس حتى شباب يرمسون أنت لم تسألتني السؤال ما شاء الله لابس على راحتك أنا دوم أنا مرة أرى بكندورا وكاب مرة أرى بتيشرت مرة أرى على طبيعتك نحن قلنا الهدف قلت هذه مقابلة تلفزيونية هذا الفرق بين تلفزيون هذه سوالف وبالعكس أنت تكون ياي مرتاح لا لكن هذه اللبسة ممكن أن تكون بالميلس لا يمكن أن تكون بالمون لا يمكن أن تكون يالس في بيتك عادي عادي لأن أنت لا توجد مؤتمر صحفي لا يمكن أن تكون هذه سوالف وبالعكس لأننا اليوم فيها لستة أنت لا تقديم الجهة التي تعمل فيها أو أمثل الجهة التي تعمل فيها أو التي تعمل فيها هذه سوالف شيء شخص شغف نحب نسولف ونأخذ ونعطي الناس Rising Giants Rising Giants Rising Giants ليش لماذا أخترت Rising Giants صراحة أنا كنت سجلت السيزن الأول عشرين حلقة من الكرسي ووقفت فترة طويلة جزء منها هيازة وعقب كنت أبوي أرجع بطريقة أو بأخرى كنت أحاول مني منك بس وائد في مجهود لازم أسويه إذا أنا بسجل وبيب الناس وعقب أسوي الأدت أنا اللي بنشر يعني تعرف عبالة فيوم شخص الله يزاه الله خير وصلني باسل باسل واحد المؤسسي رايزينج جاينت نتورك قلت لها قال عبدالله نحن والله شركة بودكاست ننتج محتوى بودكاست وشو عندك والله أنا كان عندي بودكاست كذا كذا وابغي أسوي سيزني ديد من البودكاست قالوا تم موتي وسولة فنوتي فعلا كنت أنا أول إماراتي سوون البودكاست وهم عندهم حين تقريبا في رايزينج جاينت نتورك تقريبا ينتجون يمكن ثلاثين بودكاست أو أنتجوا ثلاثين بودكاست اللي شغال منهم عشرة يمكن حاليا وينتجون أشياء قصيرة وأشياء طويلة وهم شو دورهم؟ هم طال عمرك دورهم التسجيل الأدت النشر الترويج على السوشيال ميديا يبون سبونسرز إذا إذا إحتاج الأمر أحيانا ينتجون كذلك هم لشركات معينة لجهات معينة بودكاست يكون مال الجهة أو مال الشركة فذيدوا ذات فكأن شركة تنتاج ولكن متخصصة بالبودكاست فقط مقابل؟ عاد يعتمد يعتمد على كل بودكاست شو أنا مثلا ما أخذ منهم شيء ولا هم يأخذون مني شيء لكن يعتمد إذا فيه سبونسر إذا فيه شيء إذا فيه تعاون موحيا نتشارك خلنا نقول فيعتمد على كل بودكاست حالة خاصة أو حالة بروحة يعني وفعلا ينتجون محتوى قدر المستطاع لأنهم مؤمنين بالبودكاست ومؤمنين بصح بعديدية فعالة من العربية وما في وائد شركات اليوم بتيتعلن عندك ومعني ثلاثين بودكاست تقريبا هم بس في الإمارات هم بدأوا من الإمارات باصل وبشار بس ينتجون حين بودكاستات وائد حتى في السعودية وعربية كذلك ومثلا سووا بودكاست عن الرسول سووا بودكاست حين سووا بودكاست عن الشيخ زايد على سبيل المثال وسووا بودكاست عن مثلا اسم التكريتي كان في فترة عن صدام حسين وفي وائد بودكاستات حوارية سوونها بودكاستات وقفت خلصت وفي بودكاست بعدها مستمر يعني بس في كثير من الشركات اليوم في سواء في الإمارات وفي العالم العربي قامت انتشرت وشفنا في البودكاست في البودكاست اللي كانوا وياي على الجلسة اللي فيها أربع أو خمس أشخاص تغريم يمكنهم يملكون أو أصحاب شركات في عالم البودكاست ووايد فرحان ان اليوم هذا الاندستريا وهذه الصناعة قامت تكبر عندنا في في الدبي في الإمارات في الخليج وفي العالم العربي بعدنا وايد أصغر عن طبعا الغرب ولكن على أقل في بداية في ناس تبغي تسوي شي تعرف تبغي تتكلم تبغي تنتج تبغي تسوي شي محتوى حلو وهذا حلو والأحلى بيكون يوم ما تبدأ أو ما بتبدأ يعني تهتم أكثر شركاتنا الخاصة جهاتنا اللي موجودة داخل الدولة بهذه الصناعة ويؤمنون بأهميتها رغم أن المستمعين قد ما يكونون بالأرقام المشاهدين على سبيل المثال صح لكن يبدون يدعمونهم ما أقول دعم بس دعم لا أخي أعلن أعلن تعال أعلن في بودكاست بدر أو أعلن في البودكاست الفلاني حط إعلانك مقابل أنك أنت صح ودعم في النهاية للمحتوى ولكن أنت تعلن المحتوى ويوم تعلن أنت بتفيد المستمع أو بتفيد صاحب البودكاست في نفس الوقت بتفيد شاركتك فأتمنى أنهم يبدون على الأقل يكون فيه وعي أكثر من هالناحية صح المستمعين ما أقول لك بالملايين أكيد ولكن صدقني مستمع البودكاست غير عن أنا أشعر على الأقل غير عن أي متلقي للمحتوى الآخر المحتوى سواء كان فيديو ولا غير ولا قراءة حتى المستمع البودكاست يا أخي صدقي يسمع صح مستمع ومخيف ويركز على الحرف وعددهم قام يزيد وعددهم قام يزيد فأعتقد فرصة وناصر يتكلم عن البودكاست يعني شي والدليل بودفاست اليوم بودفاست الضبي هذا الذي يظمنا دبي للصحافة ومكتب العلامة للحكومة دبي الدليل أنه اليوم فيه اهتمام دليل أنه شافه وأنه فيه وفيه أهمية لهذا النوع من المحتوى ويدعمونه الحمد لله إذا ييت عبدالله سألتك مثلا شو النصيحة التي تقدمها حق أي شخص يسوي لبودكاست أنا صراحة يعني فيه أكثر عن النصيحة صح الجودة وأيد مهمة لا تسوي بودكاست صوت صوري عدري محمد منزعج بني تسوي بس أنه فيه فيه صوت تعبان حاول يا أخي انفست ولو شوية لأنه أنت ناس تسمعك عشر دقائق عشر دقيقة ساعة تخليها تسمع شيئا عشان ترجع لك صح فالنوعية مهمة مهمة جدا وأبحث ودور محد ما يعرف اليوم تقول ما يعرف كيف الناس يسلون كيف تسجيل بودكاست في انترنت حبيبي يدور الشيء الثاني احترم المستمع حتى لو بتي تسولف قدم شيء للمستمع أن هذا الشخص مثل ما قلت مرة ثانية عشرين دقيقة من اليوم أو ساعة من اليوم ترجعها معاك وخلي يسمع شيء على أقل يكون مستمتع فيه صح الشيء الثالث والأهم حتى لو كان محتوى في بودكاست اليوم بدر يكون فيها صدق شغل بودكاست اسمه احتيال اسمع لا سمعت فيه شغل سنتين عشان يطلع باربع حلقات والله العظيم أول ما أدخل وايد في التفاصيل باك تسمع والمستمعين والمشاهدين يسمعونه بعد فمعنات أنه فيه صدق شغل وفيه تأثيرات موسيقية وفيه مداخلات وفيه أصوات وايد وفيه كأنك تسمع مسلسل عرفت أو إذا كان حواري أو إذا كان شخص واحد يتكلم بروحه عن قصة في بودكاست اسمه قصة وشخص يقول قصة وكل حلقة فيه شخص ثاني يقول قصة بس يقولها بطريقة حلوة اللي أقصد أي نوع من المحتوى تسوي يحاول يا عزيزي كون حقيقي كون قدرا ومستطاع أنت لأن الناس مثل ما أنت قلت يعني أبغي أسير أشوف فيلم بس سير أشوف فيلم صحيح بس أبغي أسمع بودكاست لأنني أبغي أسمع شيء حقيقي وكون صادق عرفت كون صادق في اللي بتسوي والنياتك على الأقل تكون لسبب أنت فعلا يعني إن شاء الله يكون جيد عرفت فلما تكون صادق في محتوىك أي أن كان ترى اللي يطلع من القلب يوصل من القلب نعم أزاك الله خير ما قصرت صراحة عبدالله الكلام اللي قلته وايد مهم وايد مهم وأعتقد اللي أنت تفضلت فيه الحين وذكرته إذا نحن ربطناه بعد في اللي قلناه نحن قبل أن هذا الـ عمرة أطول عن عمرة أبدي هذا أبدي موجود فأنت شو اللي تبع تتركه اليوم كل شيء متوفر أنك أنت تقدم محتوى تبع تصوير ما تبع تصوير تبع صوت تبع مدام أنت تقدم شيء يليق بسمعتك وسمعت دولتك ما تتعدى على العادات والتقاليد وتعاليم الدين هاي كل هالأمور أنت التزمت فيها ويت تقدم شيء للناس ترى هالفايدة لك وللناس كلها والناس تدعي لك استمتع يا أخي وتستمتع أحين أشوف هاليلسة هاي اللي بيننا نحن والله استمتعت ما حسيت بالوقت وأخذ وسؤال وفياك ونستمع ما شاء الله ونتعلم منك من الأشياء اللي أنت ذكرتها عبدالله شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا على حبورك وخذت من وقتك قطعت درب طويل 45 دقيقة شكور يا محمد اي 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 بعد شوي أكثر بعد محمد حاضريني الوقت بالأكس بالأكس الله يحفظكم شكور يا أكس شكرا وانشاء الله بنيني لس مرة ثانية وثالثة ورابعة بعد وانا قلت لك قلت لك انتوا اسمكم قبل لعرفكم موجد على لستة عندي اي وانشاء الله تكونوا ضيوفي انتوا وانتوا محمد في كرسير اثنين بيوم ريام ان شاء الله نحن سعيدين باللقاك بتلاقيه ان شاء الله كريم على خير ورحمة ورحمة اشتركوا في القناة